جوجل أعلنت من حوالي ومين عن جيني ثري وجيني ثري مش مجرد أداء الذكاء الاصطناعي مثلا بتعمل فيديوهات ده نموذج بينشئ عالم كامل بالذكاء الاصطناعي وبتقدر تتفاعل معاه كأنك جوه لعبة أو فيلم يعني بيقدر يحاكي عوالم واقعية بشكل مظهل وعنده قدرة على التذكر وأيضا عنده سرعة وعنده جودة أهم المميزات اللي حتشوفها فيه هي إنشاء عوالم ديناميكية تقدر تتحرك فيها بتغير البيئة بكلمة واحدة بتغير الوقت من نهار لليل النموذج بيتفاعل في الزمن الحقيقي Real time أنت بتديله الأمر التغيير اللي أنت عايز تعمله مثلا في المشهد اللي أنت فيه دلوقتي فبتقدر أن أنت تعمله تديله أمر النموذج بيشتغل بسرعة 24 فريمز في الثانية بجودة 720 بيكسل وده بالنسبة للتجربة التفاعلية اللي احنا بنتكلم عنها دي حاجة خرافية جيني 3 كان من قبل فيه نموذج اسمه جيني 2 وهم قرروا أنهم يعني يوريك الفرق ما بين جيني 2 و جيني 3 طبعا لكن هو لسه مش مطروح للعامة أنهم يستخدموه جيني 3 بيتميز أنه هو بيقدر يتذكر العناصر اللي حصلت في العالم لعدة دقائق يعني لو أنت لفت ورجعت هتلاقي كل حاجة زي ما هي الفيزية الواقعية اللي موجودة فيه يعني المياه تتفاعل مع الحواجز لو فيه طلاق بيثبت على الحيطة بعد ما تدهنه كل حاجة بتحاكي قوانين الفيزية داخل هذا العالم سواء كنت ماشي بقى في غابة ممطرة في أوراق شجر على الأرض أو أنت مثلا تحت المياه في أنادي البحر كل الحاجات دي أنت بتحس بيها وبتبقى تجربة غنية ومليانة تفاصيل وكل عنصر ثابت في مكان ومفيش تشويش بصري ليه جيني 3 مهم للزكاء الاصطناعي؟ أولا أنه بيعلم الزكاء الاصطناعي زي يتعامل مع الواقع بشكل أدق بيفهم العناصر الطبيعية النار المياه المعادن بيساعد في تطوير نمازج أقرب إلى الاجي اي اي او الذكاء الاصطناعي العام وده معنى أنه بيقدر ياخد قرارات بنفسه وبيحاكي الواقع أكتر بما أن احنا بنتكلم عن العوالم المتعددة اللي بيبنيها جيني 3 أيضا جوجل طورت وكيل ذكاء الاصطناعي آخر اسمه سيمة ايجنت وده بيتفاعل بقى ويتعلم في هذه العوالم اللي بيبنيها جيني 3 لكن في جيني 3 هو مش كامل حاليا لأن فيه شوائد قيود أولا لسه مش بيقدر يتفاعل أو يتعامل مع كل أنواع التفاعلات المعقدة اللي بتكون ما بين الشخصيات المساحة المسموح بيها للحركة والأوامر برضو لسه محدودة مش بيقدر يحاكي الواقع بنسبة 100% عنده مشكلة في توليد نصوص مكتوبة واضحة إلا لو كانت داخل الأمر النصي الذكاء الاصطناعي بيعاني من نفس مشاكلنا في الأحلام زي صعوبة قراءة النصوص وده بيأكد أن احنا قربنا من الوصول لنمازج الذكاء الاصطناعي اللي عندها وعي بالمكان والزمان جيني سري مش بس صناعة النوعية في الذكاء الاصطناعي ده مستقبل صناعة الألعاب والسينما والتعليم وحتى الهندسة المعمارية وحيكون مع الوقت الأدال الأساسية لأي شخص عايز يبني عوالم وتجارب فريدة من غير ما يحتاج لتكاليف ضخمة وكده نبص على شوية أمثلة تم عرضها داخل جوجل ديب ماين هنا بيوريك الفرق ما بين جيني 2 وجيني 3 في العالم الافتراضي أو في محاكاة طبعا باين جدا الفرق ما بين جيني 2 وجيني 3 هنا بيوريك الانتر اكشن هنا الانتر اكشن اندد هنا لسه شغال المدة أطول زي ما احنا شايفين وطبعا الجودة وباين جدا الفرق ما بين جيني 2 وجيني 3 زي ما احنا شايفين طبعا الانتر اكشن اندد في الحالتين من زمان وهنا لسه جيني 3 شغال وطبعا خد بالك قدرته على التذكر عالية دي من الحاجات النقاط المهمة اللي هم طرحوها أيضا بالنسبة لنمزجة الخصائص الفيزيائية الميا والاضاءة والتفاعلات البيئية المعقدة هنا بعض الامثلة هنا لو بصينا على الفيديو ده الفيديو عبارة عن شخص بيتنقل عبر تداريس وعيرة واستمنطقة بركانية يقولك هذا فيديو واقعي صور من منزول روبوت زو عجلات بيكتاز هذه التداريس طبعا ده امر ده الامر اللي بيتحط علشان يتم وصف المشهد لو رحنا لمشهد زي ده جيت سكي خلال مهرجان اضواء انت بالامر ده برومت البرومت ده انت اللي بتحطه هنا شخص بيمشي على رصيف في فلوريدا بجوار طريق زي مصارين من جهة والبحر من جهة اخرى انا عاملة بس يترجمها باللغة العربية عشان نكون الموضوع اسهل زي ما احنا شايفين دي بيئة واقعية تقدر بقى وانت داخل هذه البيئة تغير اصلا المنظر خالص بامر تاني وهكذا انا دي البحر تقدر تغير ايضا باي امر اي حاجة انت عايزها في المشهد طيار مروحية بيعمل منورة فوق جرف ساحلي به شلال صغير زي ما انت شايف كده شايف المحاكات محاكات العالم الطبيعي بديني امثلة على محاكات العالم الطبيعي وكل ده من خلال امر بسيط في التفاصيل اللي انت عايزها بيديك التفاصيل بشكل رائع محاكاة رهيبة حتى الرسوم المتحركة تقدر تستغل خيالك وتنشئ سيناريوهات خيالية وشخصيات متحركة معبرة زي ما انت شايف كده تعال نشوف حاجة تانية وكل ده بأمر واحد فقط استكشاف المواقع والاماكن التاريخية هنا بيقولك تجاوز الحدود الجغرافية لاستكشاف الاماكن والعصور الماضية افترض ان حضرتك هنا هو بتبقى مثلا سيقارب اعتقد ان المكان ده في فيينا الجزء بقى بتاع الفيزياء اللي احنا تكلمنا فيه احسسك ان انت هنا بتطلي طلاء والطلاء بيبتدي ان هو ينشف هتحس ان الطلاء نشف طول التفاعل وهنا بيوريك ان الاشجار اللي موجودة على المبنى اهي هتفضل ثبتة طوال التفاعل حتى عندما تظهر وتختفي عن الانظار ودي حاجة مهمة جدا ثبات العناصر داخل البيئة الواقعية من التحديات بيكاري جوردن ماركت ميوزيوم قدرته على انشاء مشاهد متنوعة حاجة في منتهى الجمال ده بالنسبة لي جانيثري نتمنى انه يعني يتم طرحول العامة قريبا وهو هيكون يعني طفرة كبيرة جدا جدا زي ما قلتلك استخداماته عديدة واذا كان الاصطناعي رايح بنا على فين؟ انا مش عارفة بصراحة وسؤالي لحضرتكم هل انتوا شايفين جانيثري يعني خطوة نحو مستقبل مخيف ولا هي وسيلة للإبداع؟ وايه هو الانفيرومنت اللي انت ممكن تطلب من جاني ان هي تعملها لك زي ما قلتلك في نهاية كل فيديو ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والكومنت لو كنتم من متابعين الأعزاء بنحاول نقدم لكم كل جديد ومفيد فارد ما تبخلوش علينا باللايك والشير والكومنت اما لو كنت بتشوفنا اول مرة فارد تاخد جولة سريعة القناة ولكن ما تنساش تعمل سابسكرايب لقناة وتفعل الجرس لو انت حاسس ان انت استفدت من هذا الفيديو دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة